مرحبا جميعا وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة ومميزة جدا دائما ما كنا نتحدث عن أهمية حفظ الصفات ودوره الأساسي ببناء الجمل والتعبير عن النفس وعن الأشخاص الآخرين لذلك إذا استطعت إتمام درس اليوم بحفظ الصفات وفهم الأمثلة مع حفظها وأكد لك بأنك ستتحدث اللغة الألمانية وستستطيع بناء الجمل والتعبير عن نفسك طبعا يمكنك أيضا عند إتمام هذا الفيديو مراجعة سلسلة أهم الجمل والصفات الموجودة على القناة لكن لا يمكننا استنكار أهمية هذا الفيديو بشكل منفرد وخاص لأننا سنتحدث عن أهم خمسين صفة وعكسها بلغة الألمانية بالإضافة لوضع جميع الصفات بأمثلة لتعزيز ترابط الشبكات العصبية وفهم هذه الأمثلة دعونا لا نطيل عليكم أكثر قم بتجهيز دفتر اللغة الخاص بك لنبدأ مباشرة كغوس كلاين كغوس وتعني كبير أو طويل بينما كلاين تعني صغير أو قصير حسب سياق الجملة ميني وونونك است كلاين شقتي صغيرة داني وونونك است كغوس داني وونونك شقاتك است كغوس كبيرة فاول وند فلسيش 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 تعني مجتهد بينما فاول تعني كسول ونلاحظ في كلمة فلسيش بأن الإي والجي في نهاية الكلمة ينطقوا على أنهم إش إش فلسيش واستباقا للأحداث أتوقع منكم طرح سؤال معين هل هي فلسيش أم فلسيك لأننا نلاحظ في بعض الأماكن في ألمانيا تحديدا بالشمال تنطق فلسيش فما هو الصحيح وما هو الأصح؟ بكل بساطة كلاهما صحيح لكن عندما نتحدث عن نطق النمسا وشمال ألمانيا فهي تنطق فلسيش بينما في برلين ومعظم المقاطعات الأخرى تنطق على أنها فلسيش دي كندا وارن هويت فلسيش دي كندا وارن هويت فلسيش ون جستان وارن دي كندا فاول ون جستان وارن دي كندا فاول الأطفالو اليوم مجتهدون أي عملون بإجتهاد وبل أمس كانوا كسولين باضيش طويا جيش طويا غالي strategies أو مكلف günستيش أخيص دي زعانتسوق است طويا دي زعانتسوق است طويا دي زعانتسوق است طويا دي زعانتسوق است طويا هذه البددل غالية أو مرتفعة سار هذه التنورة رخيصة وهنا سأقوم بإعطائكم ملاحظة مهمة قلوا بتدوينها عندما نتحدث عن جنستش فنحن نتحدث عن سعر رخيص لكن بجودة مناسبة أي كما أنك حصلت على صفقة جيدة لكن عندما تريد التحدث عن شيء رخيص السعر لكن ليس بجودة جيدة يمكنك قول بيليش وهذا هو الفرق لأن جنستش تعتبر مكسب أي أنك نلت سعرا جيدا بجودة مناسبة الحقيبة كانت رخيصة أي أنها لا تستحق جودتها سيئة وسعرها رخيص شون و هسلش شون و هسلش جميل و قبيع ديزنتش فندي إش شون ديزنتش فندي إش شون ديزنتش فندي إش شون أنا أرى بأن هذه الطاولة جميلة ديزنتش فندي إش هسلش ديزنتش فندي إش هسلش وأرى بأن هذا الكرسي قبيع أو مثلا يمكنك قول قول ديزنتش فندي إش نيش شون ديزنتش فندي إش نيش شون جلوكليش و تراوغش جلوكليش تراوغش جلوكليش بمعنى سعيد تراوغش وتعني حزين إع إست تراوغش إع إست تراوغش هو حزين أو مثلا إع است هويت تراوغش إع است هويت تراوغش هو اليوم حزين زي إست غلوكليش زي إست غلوكليش زي إست غلوكليش هي سعيدة هل دونكل هل وتعني مضيء دونكل وتعني قاتم أو مضيء هنالك إضاءة هذه الغرفة مضيئة أي يمكنك القول خفيف و ثقيل نتحدث هنا عن الوزن وأيضا قد تأتي بمعنى خفيف من ناحية السهولة أي أنه سهل و صعب بولش هذا الكرسي ثقيل وهذه الطاولة خفيفة هذا الواجب صعب جدا ديسة أفغاب إست زيار شفير دي متى عبايت واع لايشت دي متى عبايت واع لايشت إشتبار رياضيات كنا سهلا بيجيسطات انتوشت وتعني متحمس متحمس وعكسيها خاب أملو سي وع بيجيسطات اس وعني جلونجني أبرشنك واقض كانت متحمس وكانت مفاجأ رائع إعو واب انتوشت إعو هات اتوص بسرس إعوادت إعو واب انتوشت وخط خاب أمله لأن توقعاته كانت بشيء أفضل لأنه التوقع أكثر من ذلك خائف أو فزع شجع لينة كانت اليوم شجع في الماضي كنت خائفة كثيرا دم و شلاو دم غبي شلاو ذكي كان ذلك غباء منها أو غبيا منها أو مثلاً زي هات زيش دوم فاعلتن زي هات زيش دوم فاعلتن لخط تصرفت بغباء كلاوس إست زيش شلاو كلاوس دكيون جداً أوبتميستش بسيميستش أوبتميستش مستبشر أو متفائل بسيميستش متشائم زي إست إما أوبتميستش زي إست إما أوبتميستش هي دائماً متفائلة أعضف روه بسيميستش لقد كان متشائم كروس سوگيش جايتسش كريم و بخيل مين أوبا واع زيع غروس سوگيش مين أوبا واع زيع غروس سوگيش جد دي كان كريمان للغاية زي نونكل واع إما زيع جايتسش زين أنكل واع إما زيع جايتسش أمو كان دائماً بخيلة زيو با شبوزش زيو با und شموزش مضيف متسخ داس بادة زيما إست زيع شموزش دي كوشي إست جايتس زاوبة دي كوشي المطبخ إست جايتس نحو الآن زاوبة زيع زاوبة مضيف للغاية إنتروفتت إكستروفتت إنتروفتت إنتوائي إكستروفتت منطلق أو إشتماعي خجول وبنفتح خجول منفتح في الأمس كنتو خجولاً للغاية زي إست زيع آفجشلسن زي إست زيع آفجشلسن إنها غير خجولة للإطلاق أو منفتحة أي أنها مندفعة واجتماعية شنل لانقزم شنل سريع لانقزم بطيق هؤيته آفجشلسن آفجشل 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 اليوم نحن نعملو بسرات كبيرة آفجشل 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 أجيدي bachelor أجيديabه آفجشل لعجم آفجشل هأجيدي فقد أفقد هذا Pin شيكون أجيديcek فقد أفقد our مدعن تأتي بمعنى عصري أو حديث قد تكون أقربة للكلاسيكي هذا الرداء على العصر القديم أو غير معاصر كما نقوله باللغة الإنجليزية هذه الشوة زين 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 مدعن هذا الحلل أصري للغاية لنك كرط لنك طويل كرط قصير زيني هار زين كرط زيني هار شارو زين كرط قصير زيني هار زين كرط إيه هار زين لانك إيه هار زين لانك شعرها طويل شيف جراد شيف وند جراد شيف بمعنى ملتوي أو متعرج بينما جراد مستقيم جراد جراد أوس على سبيل المثال ديزي سبلت هنكت شيف ديزي سبلت هنكت شيف هذه اللوحة معلقة بشكل مائل أو غير مستقيم لكن هذه اللوحة هنا معلقة بشكل مستقيم وايش هات وايش هات وايش بمعنى نعم هات بمعنى صعب أو خشن دي عبودن است هات دي عبودن است هات الأرض صعبة وهنا نقصد التضاريس داس كسن است وايش داس كسن است وايش الوسادة نعمة اهانست البان اهانست البان اهانست تأتي بمعنى جدي اي مباشر سيريس يعني بينما البان بمعنى سخيف سي دوخ نيشت سوالبان سي دوخ نيشت سوالبان لاتا كون سخيفان للغاية سي است ايما آنست سي است ايما آنست هيا داري من جدي هفلش انهفلش هفلش موهزب انهفلش غير موهزب دو وست gestان سير انهفلش دو وست gestان سير انهفلش لقد كنت بالامس غير موهزبا على الطلاق سي دوخ نيشت سي دوخ نيشت هي موهزبة للغاية لوت لايزي لوت بمعنى مزعج او صوت مرتفع بينما لايزي تعني الهدوء اذا الهدوء والضجيج دي موزيك الموسيقى است قانس شون لوت نها عالية ومزعجة دي كنده زندهويت زي عالية دي كنده الاطفال زندهويت انهم اليوم زي عالية هاديون للغاية دي كنده زندهويت زي عالية شفاة ويس شواز اسود ويس ابيض دي واند است ويس الجدارو بيضاء دي عالية است شواز دي عالية است شواز دراوسن في الخارج درنن في الداخل دراوسن درنن دي كنده زند دراوسن الاطفالو في الخارج دي كنده زند دراوسن دي عاوكسنن زند درنن دي عاوكسنن زند درنن والبالغونا في الداخل دي عاوكسنن زند درنن لنكس يسار ريشتس يمين كلاوس فعت ناخ لنكس كلاوس فعت ناخ لنكس كلاوس يقود إلى اليسار ونحن نقود إلى اليمين زيشة 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 متأكد ليس متأكد بيستو ديع زيشة بيستو ديع زيشة هل أنت متأكد هو ليس متأكد وهنا نتحدث عن فعل قابل الفصل منطقي أو أقلاني غير منطقي زيشا بمعنى متأكد أي آمن غزكان أي أنه ريسكي يعني خطر بعض الشيء وقام بالقيادة بأمان كان ذلك خطر بعض الشيء شبوطلش بمعنى رياضي وشبوطلش بمعنى غير رياضي إيه وافغوه وشبوطلش لقد كان في الماضي ليس رياضي أو غير رياضي ياتست إيه شبوطلش لكنه الآن رياضي آم غايش آم بمعنى فقير بينما غايش بمعنى غني دي مايستن لويتي ان ديزن لاند زند آم أغلب الأشخاص في هذه الدولة فقراء دو بيست زيه رايش دو بيست زيه رايش أن تغني للغاية كرانك جزند كرانك مريض جزند بصحة جيدة اي صحي لقد كنتو مريضا طوال الأسبوع الآن لقد عدتو بصحة جيدة هايش كالت هايش ساخن كالت بارد دي زوبي است شون كالت دي زوبي است شون كالت الحساو باردن بالفعل ديع كافي است نوخ زيه هايش ديع كافي است نوخ زيه هايش القهوة ما تزال ساخنة القهوة ما تزال ساخنة للغاية شتاك شفخ شتاك بمعنى قوي بينما شفخ بمعنى ضعيف ديع بودي بلده است زيه شتاك ديع بودي بلده است زيه شتاك لعب كمال الأجسام قوي للغاية فرور وايش شفخ فرور وايش شفخ في الماضي كنت ضعيفة فروندلش انفروندلش فروندلش ودود انفروندلش غير ودود دو بست زيه فروندلش دو بست زيه فروندلش انت ودود للغاية ديع كيلنا واع زيه انفروندلش ديع كيلنا النادل واع زيه انفروندلش كان غير ودود على الإطلاق فل بمعنى منترق بينما لع بمعنى فارغ سجالة الماء مليئة بالكامل الصندوق فارغ مودة بمعنى متعب أو مرهق فارغ بمعنى يقت أو نشيط أنا متعب للغاية هل أنت نشيط بالفعل؟ بغايت شمال بغايت واسع شمال ضيق واسع للغاية أو مثلا الشارع ضيق للغاية غشتش فالش غشتش بمعنى صحيح بينما فالش بمعنى خاطئ إجابتك صحيحة ماينا انتوات است فالش بينما إجابة تي خاطئة هوخ نيدرش هوخ مرتفع نيدرش منخفض داس جبايدة است هوخ داس جبايدة است هوخ هذن مبنى مرتفع ماين بلوتغوك واهويت نيدلش ماين بلوتغوك واهويت نيدلش ضغط دمي كان اليوم منخفضة ضغط الدمي لدي كان اليوم منخفض آلت نوي آلت نوي آلت بمعنى قديم أو كبير بالعمر لكن هنا نقصد بها قديم نوي تعني جديد ماين أوتو است نوي ماين أوتو است نوي سيارتي جديدة سيارتك قديمة دك دون دك بمعنى سمين بينما دون بمعنى نحيف هي سمينة هو نحيف إيه اس دون زي اس دك فروقت نعمال فروقت نعمال نعمال بمعنى طبيعي فروقت بمعنى شيء جنوني أو خارج عن الطبيعة إيش بن منش مال فروقت إيش بن منش مال فروقت في بعض الأحيان أكون مجنونا أو خارج عن الطبيعة أبا إيش مشت نيش نومال زين أبا إيش مشت نيش نومال زين لكن لا أريد أن أكون طبيعيا وهنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو بأهم الصفات وعكسها أتمنى أن تكونوا قد استفدتم لأن هذه الفيديوهات كما تعلمون تأصد الكثير من الوقت للإعداد فقد يستغرق هذا الفيديو ابتداء من كتابة المعلومات والأمثلة إلى تصوير الفيديو والمنتاج وتنزيل المحتوى يستغرق قرابة 4 إلى 5 ساعات لفيديو مشابه لهذا الحجم لذلك لا تبخلوا علينا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا العجاب به ومشاركته لكي تعمل فائدة ولا تنسوا أيضا كتابة التعليقات لأن تعليقاتكم هي من أهم الأمور التي تدفعني للاستمرار بهذا المحتوى وإذا كنت من الأشخاص المميزين الذين يتابعون الفيديوهات لآخرها فأود شكرك بشكل خاص واكتب لي بالتعليقات إيموجي علم ألمانيا لكي أعلم أنك من الأشخاص القلائل الذين يكملون الفيديوهات وتذكر دائما بأن الاستمرارية هي مفتاح النجاح وكما تعلم فنحن الآن نقوم بتنزيل الفيديوهات بشكل مستمر ضمن سلسلة الطريق للمستوى البيتسفاي أي أننا سنكمل على هذا المنوع فتأكد من أن تكون مشتركا بالقناة ونراكم بالفيديوهات القادمة وكرروا شكري لكم دمتن بخير